طيب في عندنا سؤالين وصلوا لنا من المشاهدين سندوس إبراهيم تقول صباحا خير على أسرة البرنامج أنا بحب برنامجكم جدا شكرا يا سندوس بتقول كنت عايزة أسأل دكتورة دينا أنا عندي 28 سنة ومؤخرا بقيت إيدي بتترعش وبقيت حاسة أن أنا مش قادرة أتحكم فيها فكنت عايزة أعرف أعمل إيه موضوع الإيدي بتترعش دي موضوع قامل قوي أولا طبعا لازم تعرف نسبة يعني تتحل السكر أكيد السكر العشوائي والتركمي من علامات أعراض السكر ما دا ما عنديش الحمد لله ولا مشكلة بتقع في الأعصاب ما هو السكر بيعمل مشاكل في الأعصاب لأنه بيضيق لي الأوعية الدموية وبيعمل مشاكل في الأعصاب لكن لو إن شاء الله ما عنديش أي حاجة بيبقى وقتها نقص فيتامين بي الدعم جدا للأعصاب فأبرشح لها أكيد هتستخدم كابسولة واحدة في اليوم هتقدر تجيبوا مصدلية لجنب بيتها وطبعا إحنا عندنا أرقام ظهر على الشاشة اللي عايزين تسألوا أكتر على الجرعات عايزين تسألوا أسئلة أنا ملحيتش أرد عليها في الحلقة عندي كول سنتر موجود يرد على كل الاستفسارات والجرعة المناسبة وكل اللي هم عايزين يقدروا يتكلموا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة ويقدروا حتى يقول لهم السيدالية اللي جنب بيتهم اللي تقدر يقدر يشتروا بينها كريم إبراهيم حنة بيقول والدتي هتعمل عملية تكميمة عشان وزنها كبير والدكتور قال بعد العملية هتحتاج تاخد فيتامينات فهل مناسب لها أنها تاخد ألف مالتي بيت وعلما بأنها مش بتعاني من أي أمراض مزمنة طبعا أي ست راجل بيخش عملية تكميم الدكتور دايريكت لازم يمشيهم على فيتامينز لونج 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 ترن لأنه وقتها ما بيعرفوش يكلوا يعني بيبقى المعدة مش متقدراش تستقبل الأكل الكافي فلازم يمشي على ألف مالتي فيت أكيد برشح لهم ألف مالتي فيت أو يعني لازم يمشي قصدي على المكملات الغدائية برشح لهم ألف مالتي فيت اللي فيه مميزات كتيرة زي ما احنا شايفين على الشاشة أعلى تركيز في الزينك مضاد أكسادها قوي دعم للتمثيل الغذائي دعم للطاقة والتركيز وعدم الخمول والتعب